السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا تاسر رحمة لكم مراجعة لوحدة النسب المثلاثية بالاشياء اللي اخدناها فيها تمام؟ هاخد فكرة فكرة واشرح لكم عليها او اراجعكم فيها بحكي لك هون في عندك هذا الشكل هو مثلث الف باجيم تمام؟ زي ما انتي شايفي هون معطيكي طول الف جيم 4 سنتي وباجيم 3 سنتي طلب مني عدة مطلوبات منهم طالبهم اللي هو بدنا طول الف باج بده جايب السين اللي هي هايها بدنا جات السين وضل السين مراجعة لأول تلت دروس كيف نطلع طول الوتر؟ على نظرية فيثاغورس اللي هو الوتر تربيع تساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع يا تاسر 4 تربيع زائد 3 تربيع اللي هي 16 زائد 9 ليه 25 الوتر تربيع باخذ الجذر بطلع معاي ألف باطولها 5 سنتي اللي هي الوتر هلا الجاب قانون الجاب اللي هي المقابل على الوتر هاي سين من مقابلها بنتسهم اللي هو أربعة أربعة على خمسة إذن أربعة على خمسة اللي هي ثمانية من عشرة تقريباً جت السين اللي هو المجاور اللي بجنبها اللي هو أحد أطرافه الضلع يكون اللي هي الزاوية وعلى الوتر اللي هي عبارة عن ثلاثة على خمسة اللي هي بتطلعها ستة من عشرة بدي ضل السين اللي هي المقابل على المجاور اللي هي عبارة عن أربعة على ثلاثة إذن هان الجاب مقابل على الوتر الجتل هي مجاور على الوتر والظل اللي هي مقابل على المجاور هيك أنا بحل بكل بساطة على أسئلة الجاب والجتل والظل بحكي لك السؤال الثاني القيمة العددية لكل من الأعداد الآتية أنا أعطيتك يا تاسم كيف توجد ناتج جمع تمام؟ القيمة العددية اللي هي جناتج جمع أو ضرب أو طرح تمام؟ القيمة العددية بدي خلال معي النادج يا واحد يا صفر يا تاسم تركز بهذه الأسئلة جبت لك منها بالانتحان الثاني كيف بدي أوجدها؟ هلأ بروح على القوانين القواعد الأولى للعلاقة بالنسب المثلثة اللي كانت جاب أي ساوي جتة المتممة أو جتة أي زاوي بساوي جتة المتممة ممكن أخذ جتة التلاتين تمام؟ يساوي اللي هي جاب التسعين ناقص أداش تلاتين اللي هو برضو الزاوي الأصلية اللي هي سين هلأ جتة التلاتين يساوي جاب سعين ناقص ثلاتين اللي هي ستين تمام؟ بروح بعوض بالمعادلة بدل جتة التلاتين جاب الستين بتصفي معاك الثلاثة جاب الستين ناقص ثلاثة جاب الستين العدد ما تروح من نفسه أداش بدي أعطيني صفر إذن قيمة العددية لإلها صفر نجي على الثانية بحكي لك هون جتة تربيع الخمسين زائد جتة تربيع الأربعين بدنا نشوف أداش قيمتها العددية برضو بأخذ أي واحدة من التلاتين يالخمسين يالأربعين بأخذها بحكي جتة الخمسين هي عبارة عن جاب التسعين ناقص خمسين اللي هي الزاوي سين حسب القوانين اللي هي كانت عندي جاب أي زاوي ساوي المتممة جاب جتة المتممة أو جتة أي زاوي ساوي جاب المتممة يالأ جتة الخمسين هي عبارة عن جاب تسعين ناقص خمسين هي أربعين جاب الأربعين بروح على بدل اللي أخذتها بحط بدلها جاب الأربعين بتصفي معاكي جاب تربيع الأربعين بدغطيها التربيع طبعا ما أنساه زائد جتة تربيع الأربعين حسب القاعدة للزاوية نفسها جاب تربيع الزاوية زائد جتة تربيع نفس الزاوية قيمتهم واحد تمام بهاي الطريقة بحل عليهم كمل على الاسئلة ونيجي على ظل ال 34 مضروبة في ظل ال 56 باخد هاي بحط فيها القانون هو جاب ال 34 على جتة ال 34 مضروبة في جاب ال 56 على جتة ال 56 تمام اجمع ال 36 هي عبارة عن 90 زاوية متممة بروح فيهم على قوانين جاب اي زاوية ساوي جتة المتممة جاب ال 56 هي عبارة عن جتة ال 90 ناقص 56 اللي هي جاب ال 56 تساوي جتة ال 34 فبحوض مكانها جتة ال 34 وهاي نفس الفكرة باخدها جتة ال 56 بتساوي جاب ال 90 ناقص 56 هلا بتساوي جتة ال 56 هي عبارة عن جاب ال 34 برجع فيهم على المعادلة بنزل هاي بحكي جاب ال 34 على جتة ال 34 مضروبة في جتة انطلعتها هون يا تاسع 34 على جاب ال 34 نختصر مع بعض بعطيكي بالنهاية واحد بهاي الصورة نيجي على حل المثلث القائم اخدنا اشكال كتير للحل بعطيكي هذا المثال طبعا اخدنا اذا كان عندي ضلعين والثالث مجهول والزوايا كيف نطلعها عن طريق الجاب والجتة هون معطيكي ضلع ومعطيكي قياس الزاوية عطول بروح برسم اي سؤال على الحلول هي تاسع برسم تمام شو بدي اعمل هلأ حل المثلث القائم الزاوية في صاد اذا فيه سين صاد تساوي ثلاثة سانتي قياس الزاوية سين تساوي ستين درجة هيا المثلث اللي هو سين صاد عين تمام سين صاد اللي هي ثلاثة سنتي معطينا الزاوية سين قيمتها ستين درجة وبس هادا المعطيات المعطينا اياهم طبعا هاي تسعين صفت عندي قدش هاي الزاوية عين الزاوية عين هي عبارة عن ستين زاوية تسعين اللي هي مية وخمسين مية وثمانين ناقص مية وخمسين اللي هي تلاتين درجة تطلع معي زاوية عين هاي طلعت زاوية شو تطلع اللي طول الاضلاع تمام اللي هو بدنا نحط هلأ حسب القوانين ممكن اخذ حسب ظل تمام انا وجدت هاي 30 فبحكي ممكن من جيب الزاوية الثلاثين اللي انا حافظتها جيب الثلاثين او جتة اسفة انا قلت لك احت استخدم الموجود جتة الستين هي عبارة عن المجاور الثلاثة سانتي على سين عين المجهول شجتة الستين هي نص تمام او بحطها واحد على اثنين بتساوي سين ثلاثة مضروب في على سين عين بروح بضروب در تبادلي سين عين بتطلع معاي ستة سانتيم اللي هي مين الوتر ستة سانتيم شو صفها معاي اللي هو عين صاد عين صاد على نظرية في ثغرس بروح فيها مباشرة اللي هي الوتر تربيع يساوي الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع الوتر تربيع اللي هي ستة وثلاثين اللي هي ستة تربيع الضلع الاول تربيع اللي هو عين صاد لكل تربيع عندك هنا تسعة تربيع بطرح اللي هي بتطلع معاي أس في ثلاثة اللي هي تربيع اللي تعطيكي تسعة ناقص تسعة ناقص تسعة سبعة وعشرين بتساوي عين صاد تربيع بحصرها بين مربعين كاملين عين صاد بتساوي تقريبا خمسة واثنين او واحد من عشر اللي هي خمسة سانتي تقريبا بهاي الصورة بحل عليهم ركزوني بهاي الاسئلة يا تاسع على حلول المثلث القائم كتير سهلين الاسئلة كل الاسئلة حلتلك سؤال تذكيري رصدت سلمة قمة مأذنة ارتفاعها 18 متر من نقطة الف التي تبعد 25 متر عن قاعدة المأذنة جدي زاوية الارتفاع التي رزدت منها آية بدي زاوية الارتفاع دايما يا تاسع قلتلك هاي المأذنة هاي هون آية واقفة هون هاي خط البصر هون زاوية الارتفاع زاوية الارتفاع آسفة آية مش هون موجودة هي هون هون قمة المأذنة آية بتطلع الى الاعلى هاي زاوية الارتفاع تمام لو آية فوق بنحكي عنها زاوية الارتفاع بدي هاي الزاوية معطيني 25 ومعطيني 18 كيف بد اطلع هلا انا الزاوية المجهولة انا حلتلك كل الاسئلة انه كيف نطلع من الزاوية مثلا ارتفاع القمة المسافة مثلا من آية الى قاعدة المأذنة بس هلا اي اول سؤال بجيبلك هي كيف تطلع زاوية الارتفاع هلا ممكن احكي من ظل الزاوية سين ظل اللي هي الزاوية سين ممكن اسميها سين دي هو المقابل على المجاور تمام لانه معاي مقابل ومجاور بس هدا المعلوم معاي ولاحظي انه كل اسئلة الزاوية الارتفاع والخفض كانت على الظل اذا لاحظتي اللي هو 18 المقابل لالها على 25 المجاور لها بروح بقسمهم على الآلة حاسبة بتلا معاي ظل هاي الزاوية بتلا معاي تقريبا 72% بروح على الآلة حاسبة بحط شفت زائد ثان وبحط هاي القيمة تمام بتعطيكي قيمة اللي هي 36 درجة تطلع عندي تقريبا 36 درجة يا تاسع اسئلة الارتفاع والانخفاض جميعها سهلة يا تاسع حلت لكم اسئلتها جميعها ان شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو اه حل المؤثلة القائمة برضو رح يجعني بالامتحال النهائي ركزي بكل الاسئلة اللي اعطيتك هيها هيعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة